اشتركوا في القناة ارسلهم طلبات صداقة لمجموعة من الاشخاص ارسلهم طلبات صداقة من عندي من حسابي لكن هني موافقين عليها وانا ما بعرف هذا الشي فبكل بساطة هلأ جايب لكم طريقة رائعة جدا حتى نعرف جميع هيئة طلبات من بدايتها حتى نهايتها ونحطل لغاء بكل بساطة ونلغي عملية الارسال او ارسال طلبات الصداقة المعلقة لتعرفوا كيف وشلون نحن ملغي طلبات الصداقة المعلقة فقط ابقوا معي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكيفكن اصدقائي رجعت لكم من جديد متل ما ذكرت ببداية الفيديو رح اشرح هلأ عن طريقة رائعة جدا لحتى نحن نلغي طلبات الصداقة المعلقة بالشكل نهائي لكن شباب قبل ما بلش بشرح هاي الخطوة بتمنى منكم اول الشي تدعموا قناتنا هاي لتوصل لتنين مليون مشترك نعم شباب نحن هدفنا الوصول بهاي القناة لتنين مليون مشترك لهيك اصدقائي بتمنى منكم تساعدونا للوصول الى اثنين مليون مشترك في اقرب وقت ممكن واتمنى منكم ايضا تفعيل زر الجرس اللي موجود اسفل هاد الفيديو طبعا شباب بكل بساطة رح ندخل على متصفح جوجل كروم مثل ما ملاحظين امامكم رح تنزل اول شي على صندوق الوصف على المدونة لحت رح تلاقوا رابط لكن قبل ما تدخلوا على الرابط وتضغطوا عليه فبكل بساطة رح ندخل هون على متصفح جوجل كروم ونقطة هون تسجيل دخول الى الفيسبوك وندخل على كلمة تسجيل دخول على اول خيار مثل ملاحظين امامكم تسجيل دخول الى الفيسبوك رح اضغط عليها فبكل بساطة انا مجرد ما دغطت عليها بسجل حسابي الفيسبوك وبدخل الى حسابي الفيسبوك من داخل متصفح جوجل كروم بعد ما خلص من هاي العملية مباشرة بتوجه الى المدونة وباتجه الى الرابط اللي او بتجه الى الفيديو اللي انا عم مشرحه هلأ وتحت المدونة بتضغط عليها فرح لقي رابط مجرد ما ادخل على الرابط وحط على كلمة اضغط هنا فبكل بساطة رح يوجهني الى هذا المكان مثل الملاحظين امامكم مباشرة رح يوجهني الى طلبات المرسلة طلبات الصداقة المرسلة فبكل بساطة رح اتوجه الى طلبات الصداقة المرسلة ورح لقي جميع الطلبات اللي انا عامل لها ارسال صداقة الى جميع الاصدقاء رح لقيها هون بهذا المكان يعني هي هون الطلبات المرسلة اللي أنا باعت طلب صداقة لشخص ما وهو موافع عليها وتاركتها معلقة فبكل بساطة أنا على أي اسم بالدنيا موجود هون بحط على كلمة إلغاء على الجميع وبختار منها اللي بدي إلغاء طلبات الصداقة منها فبكل بساطة أنا مجرد ما حطيت إلغاء مباشرة رح يعني يلتغى طلب الصداقة من عنده ويقل لي إذا بدك أنت ترجع تذكره بإضافة صديق من أول جيد أو أنت تنسى الطلب بالنهاية هذا أمر برجع إليك صديقي وهيك نحن بيكون شرحنا هذه الخطوة بكل سلاسة وبكل بساطة وبدقيقة واحدة فقط نعم أصدقائي هذا هو كان الفيديو تحياتي لكم والسلام عليكم